اشتركوا في القناة الاسلاك لها اشكال مختلفة المقطع في منها الدائرة وفي منها النص دائرة وفي منها المستطيل وفي منها المسلس بستغل هذه الاسلاك في عمليات التشكيل المختلفة في الصياغة والحلية هنلاقي ان الاسلاك باشكالها واحجامها المختلفة فيه منها الصغير وفيه منها مقطع كبير بيخش في عملياتي التشكيل وبيديني اشكال زخرفية جميلة جدا وببدأ ان انا بعمل فيها عمليات تصنيع مختلفة ومن ضمن هذه عمليات التصنيع زي ما قلنا عمليات تشكيل بالحليل بس اهم حاجة في الموضوع ان انا بتحكم وازاي اعرف ان انا بتحكم في المقطع بتاع السلك بتاعي لان انا ممكن يكون عندي شكل السلك او مقطعه بشكل معين وعايز اغير هذا المقطع حسب التصميم اللي موجود عندي يبقى لازم يكون عندي وسيلة ان انا اغير مقطع السلك كذلك الامر لو انا عندي تخانة معينة في السلك ببدأ ان انا اغير هذه التخانة حسب المقاس اللي انا عايزه او التخانة المطلوبة في التصميم بتاعي يبقى اول حاجة عندي التشكيل بالاسلاك وهنشوف التشكيل بالاسلاك هيخش في ضمن هذا الدرس بعض التشكيلات المختلفة والتصميمات المختلفة في عملية التشكيل بالاسلاك يبقى اول حاجة عندي خطوات سحب وتشكيل الاسلاك زي ما عرفنا اني السلك بيجيني بمقاس معين فانا لازم اعمله عملية سحب حسب التصميم اللي موجود عندي عشان اقدر ادخله داخل التصميم ويكون مناسب لي لان في بعض الاحيان بيكون قطر السلك بتاعي تخين اقدر ان انا ارفعه حسب التصميم بتاعي فهنا اول خطوة موجودة عندي يتم سحب وتشكيل الاسلاك من خلال مراحل وخطوات طبقا للتسلسل التالي يبقى فيه خطوات متسلسلة لازم اتباحها عشان اقدر ان انا اتم العملية على اكمل وجه اول خطوة موجودة عندي تخمير قطعة المعدن واقف شوية عند قطعة المعدن ديت وهتكلم عن عملية التخمير وتكلمنا قبل كده عنها في عملية الجمع قبل كده وعملية كتيرة قوي وعرفنا ان عملية التخمير اهميتها ان هي بتكسب المعدن المرونة والدون اللازمة لعملية التشكيل يبقى هي بتعمل ايه بتكسب المعدن المرونة والدون اللازمة لعملية التشكيل وتمنع تشققات المعدن يبقى اول حاجة عندي اعطاء المعدن المرونة والدونة اللازمة لعملية التشكيل منع تشققات المعدن اعادة ترتيب جزيئات نقرأ الفقرة الموجودة عندنا كده تخمر قطعة المعدن تخميرا جيدا وعملية التخمير هي تسخين المعدن الى درجة الاحمرار ثم تركه ليبرد في مكان لا يوجد به طيار هواء او رطوبة مقصود بي ايه الكلام دوت ان انا برفع درجة حرارة السلك او المعدن بتاعي الى درجة الاحمرار لازم يوصل لدرجة الاحمرار اللي هي الدرجة اللي قبل عملية الانسهار ببدأ ان انا بركن السلك ده في مكان بعيد عن اي طيارات هوائية ليه لان لو حطيته في طيار هوائي هيحصل تبريد فجائي وهذه العملية تعتبر عملية تسليد وليس التخمير يبقى خلي بالي ان رفع درجة حرارة المعدن الى درجة الاحمرار وبرد فجائي بدديني تسليد للمعدن يبقى صلب طب انا عايز المعدن صلب ولا عايزه طري عايزه طري يبقى هرفع درجة حرارة المعدن الى درجة الاحمرار وابعده عن اي طيارات هوائية سيبه يبرد ببطء عملية ان هو يبرد ببطء دي بتبدأ الجزيئات تكتسب المرونة واللدونة بتاعة عملية التشكيل تمنع التشككات واهم نقطة هنستخدمها النهاردة ان هي بتمنع التشككات ليه اثناء عملية تغيير مقطع السلك او اجراء عملية سحبة عليه لو انا مش كل شوية هعمل عملية تخمير هيحصل ان المعدن ده يحصل له عملية تشككات ويتقصف يعني يتقتم طبعا ده بيبوز التشكيل بتاعي فانا لازم اعمل ما بين كل فترة واخرى عملية التخمير عشان تديني عملية المرونة واللدونة وتمنع عملية التقصف اثناء عملية التشكيل يبقى انا بسخن المعدن لدرجة الاحمرار وابعده عن اي طيار هوائي اسيبه يبرد ببطء عشان يكتسب المرونة اللازم النقطة اللي بعد كده عفوا تبسط القطعة في قالة التجليخ المكون من استوانتين سواء يدويا او كهربية هنا السلك بيجيني مقطعه ممكن يكون تخيل فانا عشان اعمل عملية تشكيل في السلك لازم اعمله عملية اسمها عملية التبسيط يبقى عملية التبسيط دي ان انا بعمل ايه بقلل مقطع السلك شوية بعمله عملية تقليل في المقطع السلك بتاعي ليه لان لما انا بيكون عايز اقل للسمك فانا ما ينفعش ان انا اوصل مثلا للسمك اللي انا عايزه ان لما مر بعدة مراحل تقليل لان اولا بيبقى فيها عندي قالب اسمه قالب السحب حديدة سحب وحديدة السحب ديت اولا ان هي بتصنع من الصلب بيبقى فيها مجموعة من الفتحات فتحة كبيرة فاقل فاقل لحد ما اوصل الى اقطار صغيرة جدا بابدأ اول حاجة انا عايز مثلا واحد ملي مثلا السلك يكون واحد ملي والسلك اللي موجود عندي تلاتة ملي بابدأ احط في فتحة كبيرة الاول اللي هي تلاتة ملي وبعدين اقل سنة وابدأ ان انا اقل في درجة الى اخرى لحد ما اوصل للملي اللي انا عايزه يبقى انا بتدرج في الفتحات بتاعت قالب السحب او حديدة السحب بتاعي او قالب التشكيل بتاعي تمام بس خلي بالي ان بين كل نقطة واخرى بعمل عملية تخمير لان دي نقطة مهمة اوي لو ما عملتش التخمير العملية هتحصل عملية ان هي تفشل فاول حاجة بعمل عملية تبسيط لطرف السلك ببسطه برفعه شوية بعمل ايه يا اما ابرده يا اما اعمله عملية السحب خفيفة كده عشان ارفع الطرف بتاعي واقوم ادخله في قالب السحب بتاعي وابدأ ان دي انا اشده من من الناحية التانية يبقى اعمل عملية تبسيط يا اما يدوي يا اما قالي على الماكينات او حجر الجلخ بتاعي يبقى انا بعمل للطرف عملية تقليل للسمك النقطة بعد كده هنلاحز اني تاني خطوة لازم على طول بديه كده اقول اني لازم اقر عملية تخمير تاني ليه عشان عملية التخمير ما بين ككل خطوة وخطوة لازم تقولها ليه لان بين كل خطوة وخطوة لو انا ما تعملتش سحبت مثلا السلك من فتحة معينة واجيت عشان ااخش على فتحة التانية من غير ما اعمل عملية تخمير هتلاحظ ان السلك هيحصل له عملية التقصف هيجي تانية يقول لي يخمر السلك بعد ذلك ويغمس في الشمع الاسكندراني هنا ليه بقى الشمع الاسكندراني خلي بالي ان قالب التشكيل بتاعي عبارة عن حديدة او قالب مصنوع من الحديد الصلو احتكاك المعدن اللي هو السلك عبارة عن السلك في الصق بتاع القارب التشكيل بيبقى تقيل او بيقدي الى حملة على المعدن بتاعي اللي هو السلك بتاعي فانا بدي له عملية تسهيل الانزلاق بعمله عملية تسهيل الانزلاق يبقى سهل بقلل الاحتكاك بدهنه بالشمع الاسكندراني دوت وهو بيعمل ايه بقى خلي بالي من حاجة مهم اولا بيسهل انزلاق السلك من خلال الفتحات بيمنع او بيقلل الاحتكاك لما الاحتكاك يقل هيبدأ السلك ايه ينظرك بسهولة طيب الاحتكاك ده بيولد ايه بيولد درجة حرارة تمام فهنا هيحصل للسلك انه هو درجة حرارته ترتفع فانا الشمع هنا بيعمل لي عملية تقليل للايه لدرجة الحرارة بتاعتي يبقى النقطة الهمة اللي بعد كده ايه هي يخمر السلك بعد ذلك ويغمص في الشمع الاسكندراني لتسهيل عملية سحبه من خلال حديدة السحب المناسب من حيث الحجم والشكل المطلوب خلي بالي ممكن تكون هنا موضع سؤال ازاي اولا ممكن يجي يقول لي اكمل يخمر السلك مثلا ثم يغمص فيه نقط يبقى انا على طول بديه اعرف انه انا بغمسه في الشمع الاسكندراني وهيجي يقول لي بعد كده لتسهيل عملية السحب يبقى المسؤول عن تسهيل عملية السحب والانزلاك الشمع الاسكندراني اللي هو بيقلل الاحتكاك بيقلل درجة الحرارة اللي موجودة عندي بعد كده استمرار عملية التخمير ليه بقى لاني انا هلاقي ان بيحصل اجهاد متكرر على المعدن ده انا اثناء عملية السحب دي بيحصل ان المعدن بيبقى عليه بعض المؤسرات والاجهادات العالية جدا على جدران المعدن بتاعي فبيبقى صلب جدا بيحصل له عملية التسليد التسليد دي بتخلي ان السلك التاعي يحصل له عملية تشقق ويتقطم يعني يتقطم فانا بعمل ايه لازم اعمل التخمير وانا قلت برضو اني لازم ما بين كل خطوة واخرى اعمل عملية التخمير نفتكر كده احنا قررنا عملية التخمير اثناء العملية كم مرة فانه عملية اه سامي حد بيقول لي ان في عملية الجمع يبقى انا لازم طالما هضغط على المعدن وهعمل عليه عملية ضغط والتشكيل خلي بالك اني لازم تعمل عملية التخمير وعملية التخمير تاني هي رفع درجة حرارة المعدن الى درجة الاحمرار بتمنع التشككات بتدي المعدن المرونة والدون اللازمة لعملية التشكيل وبتخلي البعدن ما يحصلوش عملية التشككات او التقصف اثناء عملية السحب يبقى هنا لعدم اجهاد المعدن مما يتسبب فيه تشككه طيب هنا سلب طرف الطرف كلما لازم الامر لتسهيل دخوله في السجم المطلوب خلي بالك ان انا سلبت الطرف السلكي في اول العملية طب انا جنت اخش على قطر معين في حديثة السحب وانا عندي مجموعة من الاكتار قطر كبير وقطر صغير وقطر صغير عامل زي اللي هي الاستنبة بتاعت الدوائر اللي بنستخدمها في الرسم الهندسي اللي هي مصطرة الدوائر مجموعة من الدوائر تبير صغير فاصغر 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 جيت نقلت من دايرة ودخلت على الدايرة اللتي تليها على طول لقيت ان السلكي هيخش بصعوبة اقمت جاي بطرف السلك ده وعمل له عملية سلب تاني ابروده تاني عشان يخش بسهولة في السجب اللي هو المطلوب بتاعي وخلي بالي هادي الشامع اسكندراني برضو خلي بالي ان انا لازم اعمل عملية تخمير الاول قبل ما خش على السجب اللي هي يليه وقرر العملية الحاد موصل للكتر المناسب اللي انا عايزه يبقى انا كده تمت عملية السحب بكتر بتاعي خلي بالي ان انا قلت برضو ان حادثة السحب بتاعتي دي بيبقى فيها مجموعة من الدواير لا ده ممكن يكون فيها اشكال على شكل مسلس مربع مستطيل نص دايرة هو يا مصطر ممكن يختلف او ممكن تختلف يبقى تستخدم حادثة السحب في ايه في تقليل السمك بتاع السلك بتاعي تمام بعد كده بيقول لي وعندما يتم سحب السلك يصبح ويصبح حسب المقاس المطلوب يوضع السلك في حامد الغلاية ليه حامد الغلاية بيعمل ايه وايه هو حامد الغلاية حامد الغلاية بيعمل عملية تنظيف للسلك بيشيل من عليه كل الدهون والزيوت اللي انا حطيتها مش انا اثناء عملية السحب استخدمت مادة لتسهيل الانزلاق زي الشمع الاسكندراني اه طيب انا تخلص بالاثار الموجودة دي عن طريق ايه التنظيف عن طريق ان انا احطه في حامد الغلاية بتاعي اللي هو حامد الكابريتيك المخف يبقى هنا ويستعمل في الاغراض ثم يستعمل في الاغراض المطلوب اخد السلك بعد كده واستخدمه في التشكيل المناسب بتاعه هنا السؤال مهم قوي بيقول لي هل ممكن هو مش هنا على الشاشة مش كاتب هل ممكن انا بقول انا بقى هل ممكن بسأل سؤال هل ممكن تغيير مقطع السلك من مستدير الى شكل تاني اي شكل هنا يمكن تغيير مقطع السلك مستدير الى نصف دائرة على مكينات سحب الاسلاك بالطريقة الاتية يبقى انا ممكن اغير لو انا عندي مقطع السلك بتاعي واخد شكل معين اغير المقطع ده اه ممكن اغيره يبقى انا بتحكم في كتر السلك تخانة السلك بتاعي وكذلك الامر بتحكم في شكله شكل المقطع بتاعي يبقى انا ممكن اغير مقطع السلك ده من دايرة الى نصف دايرة كذلك الامر ممكن اغيره من اي شكل الى شكل اخر من خلال ايه قالب السحب اللي موجود عندي هعيد العملية تاني وابدأ ان انا ادخل في الفتحات اللي موجودة عندي حسب ايه الشكل اللي انا عايزه يبقى انا هنا عملية سحب الاسلاك بتتحكم لي في ايه بتتحكم لي في القطر بتاع السلك نفسه بتتحكم لي في شكل المقطع ان انا بقدر اغير في شكل المقطع بتاعي يبقى ممكن اغير في شكل المقطع اه ممكن اغير في شكل المقطع احصل على كتر مناسب اه ممكن احصل على كتر مناسب وخلي بالي ان كل ما بعمل عملية سحب بيحصل كلقاتي ان كتر السلك بيقل لازم يقل وبيحصل زيادة في الطول بتاعي يبقى بيحصل زيادة في الطول وبيقل الكطر بتاعي فده بيديني زيادة وبيديني حسب الكطر اللي انا عايزه بعد كده بابدأ اغير شكل المقطع حسب اللي هو الشكل اللي انا المطلوب بتاعي اول خطوة عندي هنا على طول من غير ما بص تخمير السلك يبقى عشان اغير مقطع السلك لازم اعمل عملية تخمير طيب عشان اعمل عملية سحب لازم اعمل عملية تخمير يبقى اول خطوة على طول اللي مش هيقولها هيبقى غلط تمام ليه لان زي ما احنا قلنا ان عملية التخمير ببدأ ان انا بشيل الاجهادات اللي موجودة على سطح المعدن بتاعي يبقى بعمل ايه بشيل الاجهادات اللي موجودة على السطح بتاعي طيب ده السلك يا مستر اسخنه ازاي هل ينفع ان انا افرد السلك كده وابدأ امسك اللهب بتاعي وسخن حتة وابدأ انقل على الحتة اللي بعدها وانقل على الحتة اللي بعدها غلط هتبوز السلك بتاعي ليه انا اعبال ما سخن الجزئية وابدأ تعلق لدرجة الاحمرار وانقل على الجزئية التانية تكون الجزئية دي بردت يبقى درجة المرونة بتاعت الجزئية دي مختلفة عن الجزئية اللي بعدها لأ طيب انا اعمل ايه الف السلك على هيئة لفة كده وابدأ اسخن السلك ككل يبقى بسخن السلك بشكل كامل في وقت واحد وبيبرد كله في وقت واحد ليه عشان ترتيب الجزئيات ييجي في مكانه في نفس الوقت وعشان يديني المرونة اللازم يبقى لازم شرط اساسي ان انا الف السلك التعمل فعش اي قطعة معدن ان انا سخن جزء واسيب الجزء الاخر هيبقى الجزء ده هياخد صلابة مختلفة عن الجزء التاني هيعمل انفصال في ايه في المعدن بتاعي يبقى هنا خلي بالي نرجع تاني هنلاقي تخمر السلك تخميرا جيدا ده بيأكد عليها ثم يسنى الى نصفين هنا تانى السلك بتاعي الى نصفين عشان يعمل عملية ايه التخمير بتاعتي وبعد كده يوضع السلك في دولاب السحب دولاب السحب في الفتحة المناسبة لقطر السلك وتدار يد التحريك او يشتغل الدولاب قهربيا دولاب السحب ده عبارة او عبارة عن ايه عبارة عن اه جزء كده بحط فيه حديد السحب بتاعي او قالب السحب بتاعي وفي جنزير بيبدأ يشد كلابة معايا عاملة زي الزرادية كده مش زرادية هي كلابة الطرف بتاعها متني وابدأ ان انا اشد الايه الكلابة دي وهي بتشد بتقفل على السلك تبدأ تسحب السلك وبعد كده انقل النقطة تانية وابدأ اشد تاني فيبيحصل ايه ان انا بحط السلك داخل الدولاب السحب دوت وابدأ اليف في اليد التاعتي وتسحب معاها السلك بتاعي يبقى تسحب السلك وخلي بالي بيقولي ان ممكن يدار كهربيا يعني ممكن دولاب السحب ده يكون يشتغل يدوي وممكن سحب الاسلاك ده يكون ايه قالي بعد كده يفرد السلك مرة اخرى فتجد ان مقطعه اصبح نصف دائرة انا كان الاول عبارة عن دايرة الشكل بتاعي كان عبارة عن ايه دايرة اقوم بعد كده ادخله في الحديد السحب او قالب السحب بتاعي اللي هو نصف دايرة وابدأ اسحب من الجهة المقابلة يبدأ يتغير شكل مقطع السلك التاعي هلاقي اني اصبح السلك التاعي عبارة عن نصف دائرة اللي هي بيسموها كيمك تمام يلاحظ عملية التخمير المستمر ده بيأكد لي عليها بقى خلي بالك ان لو ما عملتش التخمير ما بين كل وقت واخر كل شوية لازم تخمر حتى لايه يتشقق السلك دا اهم نقطة علل تجرع عملية التخمير من ايه الى اخر حتى لا يتشقق السلك ثم ينظف بحامد الغلاية اعمل له عملية التنظيف دا بيعيد نفس العملية الاولانية هوت اللي هي سحب السلك العادي يبقى تحويل المقطع هي هي نفس الخطوات عمل عملية التخمير ودخل داخل الايه دولاب السحب هنا بيجيب لي شكل ايه الدولاب السحب بتاعي اهو زي ما احنا شايفين الدولت قائمين شايلين الدرفيل السحب بتاعي او الدولاب السحب بتاعي اهو وفيه يد موجودة عندي تحتي هنا وفيه كلابة موجودة فوق اهيه بدخل السلك هنا بيخش داخل حادية السحب اللي هي موجودة متسبتة هنا ويبدأ يطلع من خلال الفتحة بتاعيتها ابدأ احرك اليد دي تسحب معاها السلك يخرج بالمقطع اللي موجودة عندي لو السلك طويل بيتلف على المخاريط اللي موجودة عندي دي يبقى هنا فيه ترسة هو ترس كبير وترس صغير دي تروس الادارة دي تروس ايه الادارة بحرقها عن طريق اليد فيه جنزير هنا بيتحكم في ايه ماسك الكلابة بتاعتي او الزرادية اللي هي المسؤولة عن ماسك الايه السلك بتاعي يبدأ احرك اليد بتاعتي تسحب معاها السلك تخرج من خلال الفتحة بتاعتي نبصي شكل الكلابة بصي هنا اه دي فكي الكلابة بتاعتي او الماسك بتاعي هتلاقي ان اليد من وراء متنية ليه عشان الحديدة دي ان هي متصلة بالجنزير تمام تبدأ تركب هنا في قلب الكلابة يبدأ الايه الكلابة دي تلف وتشد معا الايه السحب من خلال المقطع بتاعي تمام نبصي هنا ده قالب الايه او استنبت السحب بتاعتي اللي هو قالب التشكيل بيسموه هنا مجموعة من الفتحات هي موجودة عندي قدم دور عبارة عن دوائر شايفيني هنا ده المقطع الجانبي بتاعي حديد السحب من هنا من الجنب هنا اوه ده المقطع بتاعي يبدأ السلك يخش من الجزئية اللي ورا هنا يطلع من قدام شايفيني هنا السلك داخل بتخانة ويخرج بتخانة اقل ليه انا عايز اعمل له عملية سحب احصل على القطر المطلوب تمام وخلي بالي هنا في موجود عندي تحت بعض الفتحات اللي هي المربعة تمام طب هو انا ممكن الاقي حديد سحب او قالب سحب فيها اشكال تانية اه تمام يبقى هنا بيخرج السلك بتاعي الكلابة بتمسك في الجزئية اللي قدام دي تبدأ تشد السلك تعمله عملية اخراج بالقطر المناسب اللي انا عايزه دي مكينة للف الاسلاك اللي هي المخارط اللي انا قلت عليها عشان ابدأ الف الاسلاك عليها تمام تشكيل الاسلاك يدويا يبقى نراجع تاني على اللي احنا اتكلمنا فيه عملية سحب الاسلاك اولا لازم خلي بالي اعمل عملية اهم حاجة التخمير التخمير نقولها بسرعة بقى تاني عشان خلاص مش هنقولها تاني التخمير بتدي المرونة سخن المعدن لدرجة الاحمرار واسيبه يبرد ببطء سخن المعدن لدرجة الاحمرار واسيبه يبرد ببطء التخمير بتمنع التشكوكات اه التخمير بيدي المعدن مرونة في التشكيل اه التخمير بيعيد ترتيب الجزئيات تمام طيب التخمير لما ابدأ ان انا اخمر بعد كده بعمل ايه بحط عليه مادة للتسهيل اللي هي تعمل تسهيل الانزلاق الشامع الاسكندراني تمام الشامع الاسكندراني بيفيد ايه خلي بالك ده كل ده مواضع اسئلة في علل او اختار او صح وخطأ او او اكمل خلي بالنا كل اللي انا بقوله ده مواضع اسئلة بتيجي في الامتحانات علل اضافة مادة الشامع الاسكندراني على السلك الاجابة لتقليل الاحتكاك وتساعد على الانزلاق تمام وتقلل كمان درجة الحرارة بتاعت السلك علل اجراء عملية التخمير لمنع التشككات تمام بعد كده بقوم اعمل ايه جايب قالب السحب اللي هو حديد السحب هل ممكن تحويل مقطع السلك من مقطع دائرة الى نص دائرة او مقطع اخر اه تمام اولا اسحب السلك الاول بدخل في اكبر فتحة وابدأ اسحب من الجهة المقابلة بعد ما بخرج من الجهة المقابلة اعمل عملية التخمير طب السلك طويل اخمره ازاي هل يبدأ ان انا اخمر قطع جزء جزء من السلك غلط ليه لانها تعمل انفصال في مرونة السلك في جزئات السلك التاعتي لازم يكون السلك بتخمر في كله في آن واحد عن طريق ان انا بعمله عملية لف او بتنين السيل بعد ما اعمله عملية التخمير ابدأ اعمل عملية سحب تانية اخذ على القطر الاقل لحد ما اوصل للكطر المناسب كل دي خطوات لازم اكون عارفة طيب تغيير المقطع بتاعي تغيير المقطع اول خطوة اعمل عملية تخمير تاني حط الشامع الاسكندراني المقطع عندي دايرة هجيب الفتحة اللي هي المطلوبة مش نص دايرة بس ده انا ممكن اغير لشكل تاني وابدأ ان انا اسلب طرف السلك وادخله من الجهة المقابلة وابدأ اشد ايه السلك بتاعي عملية السحب ممكن تتم خلي بالنا ياما يدوية او على دولاب السحب يدوية ان انا بعمل ايه بجيب حديد السحب او قالب السحب دا واربطه في المنجلة المنجلة موجودة عندي على التسجه وابدأ اربط قالب السحب دا على المنجلة وابدأ اعمل عملية السلب واعمل عملية التخمير الخطوات كلها وادخل في الفتحة واشد انا بقى بزرادية يدوية تمام اشد يدوية يبقى ممكن يحصل يدوية على المنجلة وممكن تتم على دولاب السحب التاعي خلي بالنا دي نقطة برضو لازم اكون مخلي بالي من ما عنديش دولاب السحب اعمل ايه اربط حديدت السحب على طول على المنجلة وابدأ اعمل عملية السحب واعمل خطوات بالترتيب اللي احنا قلنا عليه بعد كده تشكيل الاسلاك يدويا نشوف بقى تشكيل الاسلاك هنلاقي ان الاسلاك دي بتخش في اشكال كتيرة قوي اول حاجة عندي عملية الجدل عملية الجدل ايه عملية الجدل دي انا هشكل الاسلاك دلوقتي وانا هجيب السلك وحطه في عقد او احطه في اي وحدة زخروفية كده وخلاص ولا لازم اعمل له عملية تشكيل عشان يديني شكل حلو او لازم اعمل له عملية تشكيل خلي بالنا في كزا عملية في التشكيل الاسلاك دي شغلها واسع جدا انا ممكن الف سلكتين على بعض تبقى جد ممكن الف السلك حواليه نفسه يبقى عملية برم ممكن اخلي السلك دي يتكون زي قرة يبقى تكوين قطر ده في حاجات كتير او يا مستر هنشوف خطوة خطوة كده وعملية عملية في العمليات دي يبقى اول حاجة عملية الجدل عملية الجدل هي عملية او عملية الجدل في الاسلاك هي عملية صناعية تعطي جمالا ما هنا اي عملية على الاسلاك عشان اغير الشكل المقطع وديله شكل جمالي للاسلاك المعدنية التي توضيف على المنتج نواحي زخروفية عديدة وذلك في اشغال المعادن الدقيقة اللي هي الصياغة يعني وكذلك في اعمال الصياغة يبقى انا بستخدم عملية الجدل دي عشان تدي مظهر جمالي ونواحي الزخروفية على سطح المنتج بتاعي يبقى انا بستخدمها في عمليات كتير قوي خلي بالنا في بعض الاحيان الاسلاك دي بتخش في تكوين وحدات ديكور كمان يبقى انا لازم اعرف ازاي ان انا اشكل السلك ما هو انا لو حطيت السلك كده بشكل لوحده هيبقى بشكله مش حل ده انا عايز اعمل فيه تكوينات زخروفية سلك ملفوف حوالين نفسه مبروم مع سلك تاني مدفر كده زي الضفاير ده انا ممكن اعمل بيه حاجات كتير قوي استخدم ها في انسيال استخدم ها في سنسلة استخدم ها في اي حاجة حاجات كتير في وحدات ديكور ده في الاسلاك ممكن تخش في حاجات كتير يبقى انا بستخدم ها في النواح الزخروفية وخاصة السياغة اللي هي الاشغال الدقيقة الدقيقة الصغيرة تمام بعد كده بيجيب لي منظر هنا بشوف فيه ادي منظر للسلك شايفين ادي منظر للسلك اهو وهو قبل ما يحصل له عملية جدلة بص المنظر تخيل بقى ان انا بعد ما جدلت اداني المنظر الجميل اللي انا شايفه ده ايه ده انا ممكن اعمل به ده اه ممكن اعمل به اشكال كتير قوي بص هنلاقي وتتم هذه العملية على الاسلاك ذات المقاطع المضلعة يبقى خلي بالي سلك مضلع زي المسلس زي المربع زي المستطيل ده حول نفسه يبقى هنا بعمل ايه انا لو الجسم عندي مضلع بعمل عملية الجدل حول نفسه ازاي ده بيتم اولا بعمل ايه بامسك السلك وببدأ اشوف الحتة اللي انا عايز اعمل فيها الجدل التاعي وارفع درجة حرارتها الى درجة الاحمرار ده تتعديها تخمير اه في حتة جزئية معينة وابدأ اربط طرف مثلا في المنجلة او امسكه بالزرادية وابدأ الف السلك الاء ان السلك بيلف حوالين نفسه بنعصر يعني وبيديني شكل مجدول شكل حلو قوي تمام يبقى بغير الشكل ده بتتم في ايه في الاسلاك المضلعة هل ينفع في السلك اللي هو مقطعه دائرة لا ما ينفعش الجدل في الاسلاك اللي هي مقطعها دائرة ويحكم الجدل ويحكم الجدل بحيث ويحكم الجدل بحيث تظهر منتظمة ومتساوية الابعاد ويمكن ان يكون الجدل في ابعاد غير متساوية وتظهر الجدل وتظهر الجدل في القطاع المستطيل يعني ايه الكلام ده نوضحه مع بعض كده لو انا جبت حط سلك كطعة من السلك عفوا تمام وانا عايز اقسم السلك ده الى جزء مجدول وجزء عدل جزء مجدول وجزء عدل التصميم بتاعي عايز كده فباجي اعمل ايه انا بتحكم فيه عن طريق عملية التسخين السلك اولا بيبقى صلب خارج لسه من عملية السحب فبيبقى صلب اجي عالجز اللي انا مسخنة ورافع درجة حرارتها هيحصل ايه في الجزئية دي هتكتسب مرونة طب الجزئية اللي بعدها صلب الجزئية التانية انا عايز اعمل فيها جدل او مسخن الجزئية دي فالجزئية دي اصبحت فيها مرونة والجزئية دي فيها اصبحت فيها مرونة وبقيت السلك صلب نمسك طرف السلك ونبدأ نبرم فيه نلف هلاقي ان الحطة الطرية هي اللي بيحصل لها عملية الجدل والتتني اما بقيت السلك ما بيحصل لهش عملية الجدل يبقى انا هنا بتحكم في الجزئيات بتاعتي ده انا ممكن كمان ايه اجع الجزئية دي بس هي وابرم ها يبقى انا ممكن امسك السلك من طرف وكله وممكن اعجه الجزئية دي بس واعمل لها عملية برب بس خلي بالي شرط اساسي عشان اعمل عملية الجدل انه هو يكون مضلع يعني زو اضلع زي المستطيل تمام لان هنا السلك الدائري مش هيحصل له عملية الجدل التاعتي لأ ده هنا السلك هيتلوى السلك الدائري هيحصل له عملية لوي او يحصل له عملية ايه انه هو يلف كده حوالي النفس ويحصل له عملية تانية يبقى هنا لازم شرط اساسي وده موضع سؤال تتم عملية الاسلاك صح ام خطأ تتم عملية الاسلاك او التشكيل الاسلاك بعملية الجدل او بطريقة الجدل على الاسلاك ذات المقطع الدائري صح ولا خطأ لا خطأ لا ده لازم تتم على الاسلاك ذات المقطع الايه اللي هو المضلع اللي هو فيه اضلاع عدد من الاضلاع زي المستطيل والمربع وغير يبقى هنا خلي بالي برضو ممكن يجي لي سؤال تاني يقول لي تخير من بين الاقواص عفوا تتم عملية الجدل على الاسلاك ويجيني بالنقص مقطع دائري مقطع نص دائرة مقطع مستطيل على طول اهم اعلم على المقطع المستطيل تمام يبقى انا خلي بالي من موادع الاسئلة دي ان هي ممكن تجيني في الامتحاء طيب بعد كده بيحصل ايه مسلا حينما يظهر امامك الضلع الاكبر مرة والاصغر مرة يلف بقى يبدأ يستلك يلف هيجيني مرة الدلع الاكبر اللي هو المقطع المستطيل بتاعي فيه دلع اكبر ودلع اصغر مرة يجيني الدلع اكبر ومرة يجيني الدلع الاصغر يظهر قدامي فينتج بذلك بعدين في الجدل ويمكن تضييق الجدل او اتساعه وذلك بالتحكم في جدل العدد او التسخين يبقى هنا انا بتحكم في عملية الجدل عن طريق التسخين ملفه دون الاخرى يعني ما بسخنش الجزء الاخر فيختلف عند از الجدلات يبقى هنا خلي بالي وضح سؤاله بقى كيفية كيفية تغيير الجدلات على السلك او وضع جدلات مختلفة على السلك وذلك عن طريق ايه هي يأما استخدام العدد ان انا بستخدم العدد ووجد الاتنين مع بعض كده او عن طريق التسخين اغير في اماكن التسخين بتاعتي عشان اقدر اتحكم في المرونة اللي موجودة عندي ده هنا بيديني جدلات مختلفة طيب بعد كده هلاقي عملية البرم عملية ايه البرم وهنلاقي ان عملية البرم هي عملية صناعية في الاسلاك المعدنية وهي عبارة عن برم سلكين او اكثر مع بعضهما هنا بقى بيبدأ يلف سلكين مع بعض يبقى خلي بالي وضح الفرق ما بين الجدل والبرم ده سؤال اهو وضح ما هو الفرق او وضح الفرق ما بين الجدل او البرم الجدل بيتم على سلك لوحده ويكون ذات مقطع مضلع البرم بيتم على سلكين انهم بيلفوا حوالين بعض بعمل لهم عملية برم حوالين نفسهم كده تمام صح او خطأ البرم يتم على سلك المقطع ذات المقطع المضلع غلط الجدل اللي بيتم على السلك ذات المقطع المضلع طيب الجدل يتم على السلكين مختلفين او القطعتين من السلك تمام يبقى الصح يبقى انا لازم ابقى فاهم ايه الفرق ما بين ده وده لان هما اللي اتنين هيحصل لهم نفس الخطوات العملية بس هنا بس الكن وهنا بس الكن واحد يبقى انا لازم ابقى فاهم الفرق ما بين تمام يبقى هنا وطب بتحكم في كل ده عن طريق ايه التسخيم ان انا بسخن الجزئية الخطوات مظبوط جدا عشان اقدر اتم العملية بشكل صحيح وشكل جيد يبقى هنا برم سلكين او اكثر على بعضهما ويتضح ذلك في الاسلاك ذات المقطع المستديرة هنا عملية البرم بيتم في ايه هنا رجع بقى الاسلاك المستديرة او المربعة خلي بالك الاسلاك المستديرة او المربعة كان ينفع ده في عملية الجدل لا ما ينفعش هنا استخدم الاسلاك المستديرة ينفع اه ينفع وتستعمل هذه الطريقة في صناعة المعادن الزخرفية والصياغ الضقيقة تمام ويمكن البرم على ابعاد مختلفة براحتك بقى اذا انت هنا ممكن تشكل زي ما انت عايز اه ممكن يحصل ان انا اعمل عملية برم على ابعاد مختلفة وذلك حسب الناحية الجمالية انت ومزاجك التصميم بتاعك بيقول ايه تبدأ تعمله الناحية الجمالية المراد تشكل ويمكن ربط الاسلاك بعد برم فتعطي اسلوبا جميلا جدا له يبقى انا بعمل ايه انا ممكن اعمل برم للسلك يعني ابرم السلك في جزء وجزء التاني اسيبه وابدأ ابرم في جزئية تانية ادفره مع بعضه في جزئية تانية وجزئية تانية اسيبها حسب التصميم اللي انت عايزه كل ده بيديني شكله واسلوب مختلف كل واحد حسب زوء التصميم بتاعه استعماله الاغراض الاساور والصدريات والبروتشات ويمكن تركيبه على المنتجات المعدنية ويمكن كذلك عمل حليات زخروفية اخرى بطريقة مختلفة اخرى هنا بيديني الاستخدام بتاع العمليات التشكيل بالاسلاك دي لان ديها استخدامات كتيرة اوي اساور صدريات مرشات وغيرها تمام عايز اعمل حليات زخروفية تعمل حليات زخروفية عايز تعمل اي شكل تعمل اي شكل اللي انت عايزه حسب التصميم بتاعك هنشوف هنا نمازج للجدل التاعي ودي موجودة عندنا في الكتاب هنلاقي هنا ابتدى انه هو يعمل الجدل في جزئية اهو يبقى هنا دي اشكال اهو بص السلك هنا بيحصل له جدل حوالين نفسه اهو بيحصل له ايه عمل ايه الجدل حوالين نفسه ده مقطع مستطيل وابتدى انه هو يربط السلك بتاعي في المنجلة ويعمل له عملية الجدل الايه المطلوبة بتاعتي ده انا ممكن اعمل منه اشكال كتيرة قوي تمام حسب التصميم بتاعي اهو جاب لي مقاطع تانية هنا هنشوف هنا ابص مدفر السلك ازاي ده انا ممكن يا مستر اعمل اشكال كتيرة وجميلة من الاسلك اه بعد كده هنخش على حاجة تانية مهمة اوي طريقة عمل الزرد طريقة عمل الزرد وايه هو الزرد ده اللي هو الحلقة اللي انا بستخدمها وبركبها في بعضها كده عشان نعمل سلسلة يبقى الزرد دي ايه عبارة عن قطع من السلك بلف ها بشكل معين تمام بطريقة معينة هنعرفها وابدأ ان انا اجيب الزردات مع بعضها بالمقاس المطلوب والقطر المطلوب وابدأ اركبها مع بعضها عشان احصل على السلسلة بتاعتي يبقى هنا انا ممكن اعمل تصميمات زخرفية بالاسلاك تمام ممكن ابرم السلك ممكن ابرم سلكين مع بعض ممكن اعمل عملية جدلة للسلك نفسه حوالين نفسه اه ده انا ممكن كمان اجيب كطع من السلك ولفها على شكل الزردات دي وابدأ اركبها في الزردات تانية ويبدأ ان انا اعمل الشكل السلسلة بتاعتي او الاسورة اللي انا عايز يبقى انا محتاج الاسلاك في كل التصميمات السياغة او اغلبها في الاغلب الاعام بحتاج الاسلاك او التشكيل الاسلاك ونلاقي ان الزرد يستعمل الزرد باشكال مختلفة في صناعة المعادن والصياغة مثل عمل السلاسل وتوجد انواع من الزرد كالمربع ده فيه منه كمان اشكاله والمسلس والمستطيل ويختلف مقطع السلك المصنوع منه الزرد حسب التصميم والشكل المطلوب يبقى انا خلي بالي انا ممكن اعمل في الزرد ده اشكال كتيرة لا حصرة لها اجيب سلك مدور مقطع مقطع مستدير واعمل منه الزرد اجيب سلك مقطع مستطيل واعمل منه الزرد ممكن اجيب مقطع مسلس مقطع مسدس اي مقطع ممكن اعمل منه الزرد بخلاف ايه بقى عملية الجد لازم يكون مقطع السلك مستطيل عملية عملية البرم مستطيل دايرة حسب الشكل اللي انت عايز طب تشكيل بالزرد انا بستخدم المقاطع كلها طب شكل اللي بقى الزرد احنا اتكلمنا على المقطع طب الشكل بتاع الزرد انا ممكن اعملها دايرة ممكن اعملها مستطيل الشكل التاح حسب التصميم ممكن اعملها وعملها عملية لويزة نفسها يبقى حسب التصميم بعمل اشكال كتيرة قوي من الزرد لا حصرة لها وبستخدمها كل دا في الشغل التاعي اثناء عملية التشكيل في الصياغة وغيرها يبقى يوجد منها المربع والمسلس والمستطيل واختالف المقطع السلك المصنوع منه الزرد حسب التصميم والشكل المطلوب والشكل الايه المطلوب اه دي بص بقى الزرد هنا بص هنا المقطع بتاعها ممكن يكون داير المقطع بتاع السلك او الزرد بتاعتي وممكن يكون مستطيل حسب المقطع ما انا عايزه تمام هنا الشكل اللي انا حصلت عليه ممكن يكون هنا على شكل مستطيل ممكن يكون على شكل دايرا لاحظنا ان النهاردة خدنا تشكيل الاسلاك وعرفنا ان الاسلاك دي مهمة قوي تمام وعرفنا ان هي بتخش في عمليات التشكيل المختلفة تشكيل الاساور تشكيل قطاعات مختلفة من الاسلاك وعرفنا ان هي بتتم عن طريقة عملية سحب الاسلاك المختلفة وفي منها عملية الجدل وعملية البرم وعرفنا ان في مقاطع كتير الاسلاك ولكن وقت الحلقة خلص بسرعة وسعيدنا بكم وتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا